مع استكمال مراجعة فيلم العنكبوت بتنتهي مراجعتنا لأفلام موسم عيد الفطر لسنة 2022 لأن الموسم دوت زي ما احنا عارفين بيتعرض فيه فيلمين بس فيلمين بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو العنكبوت حلقة النهاردة بقدمها بالشراكة مع موفيز بوبكورن حسابات موفيز بوبكورن على انستجرام وتويتر هي طريقكم لكل جديد في عالم الترفيه من اخبار وتقارير ومسابقات واراء وتشكيلة متنوعة من المحتوى المتميز فتابعوهم دلوقتي حالا من اللينكات اللي في الديسكريبشن احداث فيلمنا بتدور عن شخصية العنكبوت الشخصية الغامضة اللي بتجعل من عائلة جبران عدو ليها وبتنفذ سلسلة من الهجمات بهدف تعطيل مصالحها ومصالحها دي مصالح اجرامية وبالتحديد تجارة المخدرات عائلة جبران نفسها بتمر بأوقات صعبة مرحلة صراع على السلطة بعد وفاة عميد العائلة وعودت ابنه آدم من الخارج لتولي زمام الأمور وفي احد جوالات صراعه مع عائلة جبران العنكبوت بيلتقي بليلة وبيجد نفسه مسؤول عن حمايتها بعد دخولها لمركز الصراع فيا ترى ايه اللي حيحصل العنكبوت من الأفلام اللي عانت لفترة طويلة عشان تلاقي لنفسها معاد عرض الفيلم تم تصويره في سنة 2019 وبعدين شهد تعطيل وتأجيلات كتير بسبب الكورونا وكذلك لتجنب المنافسة مع أفلام تانية مهمة زي سبايدر مان نوي هوم مثلا التأجيل المتكرر ده ملوش أثار كبيرة على المنتج النهائي يمكن بس نتفاجأ شوية من وجود الراحل زكي فاطين عبدالوهاب ويمكن برضو نتفاجأ شوية من الدور الصغير نسبيا لمحمد منضوح بس غير كده معلومة ان الفيلم متعطل بقاله فترة ممكن تكون مش مهمة خالص فيلمنا فيلم أكشن وجريمة ودراما مع بعض نسمات الكوميديا وبعض المفاجآت والالتواءات اللي بتخلي الدنيا مثيرة شوية قرب النهاية إثارة كانت مفقودة بالكامل في البداية لأن على الرغم من أننا بنبتدي بمشهد أكشن كويس الأمور سريعا بتهبط قوي وبناخد فترة طويلة وإحنا مركزين مع عائلة جبران بنتعرف على أفرادها بنفهم طبيعة علاقتهم ببعض وبندرك بشكل واضح مين مع مين ومين ضد مين شيء ممكن يكون مهم وضروري لأحداث الفيلم ولكنه أخذ وقت أطول من اللازم وكان مجرد تماما من عناصر الجذب اللي ممكن تثير اهتمام المشاهد المرحلة دي ما كسرهاش إلا ظهور شخصية ليلة اللي جسدتها مونة زكي واللي جابت معاها نسمات الكوميديا اللي كنت بقولكم عليها آه يا جماعة مونة زكي هي عنصر التخفيف الكوميدي اللي في الفيلم وهي مش أول مرة تقوم بالدور ده وبالتحديد في تركيبة أفلام أحمد السقة لأنها عملته قبل كده في فيلم من 30 سنة وما كانش موافق قوي بس المرة دي الدنيا أنجح شوية ومسؤوليتها عن الخط الكوميدي أوضح كتير لأن في غيابها مفيش أي محاولات كوميديا والأجواء بتاعتنا جد يمكن أكتر من اللازم لذلك التباين ما بين الجد والهزل في الفيلم ده ممكن يكون حاد شوية عندنا عصابة وجريمة وقتل ومؤامرات ونوايا خفية وعائلة كل أفرادها بيبرقوا البعض أغلب الوقت وشخصية مجهولة وعنيفة جاية بنية الانتقام وفجأة نكت على بوب جي نكت حلوة الحقيقة وبجد فعالة وبروفايل شخصية ليلى بتبرر نوعية الكوميديا اللي هي بتقدمها بس دايما كنت بحس إنها جاية من فيلم تاني فيلم نايت ان دي بتاعتهم كروز وكاميرون دياز اللي تعرض سنة 2010 بالتحديد طبيعة العلاقة ما بين العنكبوت وليلى متأثرة بشدة بالفيلم ده عدد معقول من المشاهد قريب جدا لدرجة النقل وهنا تكمن مشكلة التباين أولا لأن نايت ان دي أصلا مش فيلم حلو قوي وثانيا لأنه فيلم خفيف بعكس كل حاجة في فيلم العنكبوت ملهاش علاقة بليلة وعموما دي مشكلة مش كبيرة قوي مع الوضع في الاعتبار إن الفيلم بتاعنا في الواقع متماسك أه طبعا فيه قدر معقول من المبالغات بعض فجوات المنطق في علاقات الشخصيات ببعض بس دراميا الموضوع كله واقف على حيله وعملية الخداع اللي المشاهد بيتعرض لها بتخلي المفاجآت والالتواءات اللي في النهاية قيمتها أكبر أنا بمنتهى الأمانة ما توقعتش اللي حصل في نهاية الفيلم شوية الحقيقة لأني ما كنتش مهتمة قوي بس برضو فعلا طريق طرح الأحداث كانت تتسم بالذكاء شوية ملل شوية ذكاء والدنيا تمشي الأكشن من المكونات الأساسية في الفيلم طبعا مشاهد الأكشن ما كانتش قليلة كان فيها قدر معقول من التنوع وفيه مشهد متردات واشتباكات داخل قطر كان حقيقي متميز يمكن بس الاتكال على المؤثرات البصرية كان زايد شوية مؤثرات حلوة جدا ومعقدة جدا ومعمولة بشكل متقن جدا بس المبالغات في استخدامها خلتها شوية مكشوفة التطخيم الزائد في الانفجارات الاعتماد على التصوير البطيء في بعض اللقطات يعني برضو مش مشكلة كبيرة قوي مع الوضع في الاعتبار ان مشاهد الأكشن كانت من اكتر الاوقات المسلية في الفيلم احمد الساقة طبعا قاسم مشترك في كل المشاهد دي واكتهاده البدن يواضح وساهم في ان المشاهد تطلع بشكل كويس بس القدرات القتالية الاستثنائية اللي موجودة عند شخصيته في الحقيقة مش مبررة قوي مش مفهوم جاب منين القدر على انه يشطف الناس دي كلها بالسهولة دي وده على الرغم من ان كول التفاصيل الاخرى اللي في شخصيته كويسة واحمد الساقة كمان اداءه كويس ومن الافضل في الفيلم مونة زاك اتكلمنا عنها وحقيقي لو عرفت تصبت مؤشر الكوميديا بتاعها على الموجة بتاعت الفيلم ده فده هيكون شيء ايجابي ليها في المستقبل باقي الشخصيات بتاعتنا كول لها تقريبا افراد عائلة جبران ودول على مستوى تصميم الشخصيات وعلى مستوى الاداء متفوتين ولكن مش قوي يعني اجمد حد مش جامد قوي واسوأ حد مش سيء قوي الاجمد في تقدير الشخصي هو ظافر العبدين اداء كويس لشخصية بتحاول تمثل عنصر قوة مع وجود بعض الزوايا العمية اللي بتسبب له بعض التوتر هو جسد الصراع ده كويس بس زي ما قلت مش احسن حاجة في الدنيا الاقل على الجانب الاخر ممكن تكون ريم مصطفى اللي دورها كان كويس وليه تأثير بس في اغلب الاوقات كان باين انها طلعة تموضل اكتر من كونها طلعة تأدي ولكن كمان مرة مش اسوأ حاجة فيلم العنكبوت عامل زي عيلة جبران كده لا احسن حاجة ولا اسوأ حاجة فيلم مش متميز في اي مكون من مكوناته رغم ان بعضها جيد جدا اوقات الملل فيه كتير وخيوط التجديد اللي احمد السقى بيحاول يلاقيها في افلامه ما بقتش كفاية الفصول والمكونات الرئيسية دايما وحدة حتى المفاجآت والالتوقات رغم ان في اوقات كتير بيكون صعب توقع طبيعتها ولكن واحنا دخلين فيلم الاحمد السقى بنكون عارفين انها جاية وطبعا التأثر بافلام اخرى ما بيساعدش بس ارجع واقول الفيلم متماسك كتير من الكوميديا اللي تقدمت فيه فعالة وشوية من مشاهد الاكشن وطريقة التصوير فيها ممكن تكون مبهرة فلو رغبتنا في التجديد مع المكونات اللي عرفنا نضبطها تخلينا ناخد مخاطرات اكتر اتصور اننا في المستقبل ممكن نتفرج على نتائج افضل تقييمي لفيلم العنكبوت هو ستة ونص من عشرة ومتفاجئ جدا ان نهاية الفيلم بتفتح الباب لجزء تاني انتوا هتعملوا الاجزاء التانية بتاعت الافلام دي كلها امتى ونقشة الحلقة انهي فيلم من الافلام الكتير اللي اتعرضت مؤخرا ونهايتها كانت بتفتح باب لجزء تاني تحبوا تشوفوا لها الجزء التاني بتاعها فعلا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات اول باول تابعوني على الفيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي